لم تتلقى وحدة الإطفاء في بانكوك أي نداء استغاثة من حريق منذ ثلاثة أشهر لكنها في المقابل تستجيب لاتصالات كثيرة تستنجد من وجود أفعى وسرعان ما تتوجه الفرق إلى هناك لتمسك بالأفعى ثم تسلمها إلى جامعة تتولى إعادتها إلى البرية العمل في إهماذ الحرائق معناه رؤية أرواح تزهك وأشخاص يبكون لكن عندما نمسك بأفاع تكون الأجواء مريحة ويكون الناس أكثر سعادة تلقى جهاز الإطفاء أكثر من 34 ألف نداء استغاثة من وجود أفاع في العام 2017 ويحاول الإطفائيون إفهام السكان أن القضاء على الأفاع ينطوي على مخاطر بيئية إذ تؤدي هذه الزواحف أدواراً مهمة منها مثلاً القضاء على الجردان كما أن 30 نوعاً فقط سامة من أصل 200 نوعاً في تايلند بداية كنت أقتل الثعبين ولكن بيتعرف طرق الإمساك بها ولدى علي قتلها ويمكن إطلاق صراحها لاحقاً ويزداد وجود الأفاع في المناطق الآهلة بسبب نمو مساحة العاصمة على حساب المناطق الزراعية المجاورة ترجمة نانسي قنقر